موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اليوم برنامج 30 دقيقة وفي 30 دقيقة لدينا الكثير والكثير ما سوف نقدمه لحضراتكم اليوم ولكن كعدتنا دعونا نستهل هذه الحلقة بأهم العنوين تشاهدون الليلة زيارة صاحب السمو والشيك الدكتور سلطان القاسمي لمنطقة المدام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث قسم الترميم مراحل الترميم للكتب والوثائف بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث كونوا معنا موسيقى موسيقى إذن مشاهدين الكرام سوف نبدأ بأهم الأخبار السريعة التي انتقينها لحضراتكم لهذه الليلة نبدأ الخبر من أبو ظبي للثقافة وتتبرع بعائدات مهرجان أبو ظبي لملالا تبرعت مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون بعائدات مهرجان أبو ظبي التي وصلت إلى 368 ألف درهم لمصلحة دعم صندوق ملالا مبادرة تعليم النساء والفتيات من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو سياحة أبو ظبي سياحة دبي تكرم سفراء سياحة المؤتمرات دعما لترويج دبي كوجهة عالمية لسياحة الأعمال حيث أكد سعادة هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري على أهمية القطاع في تحقيق 20 مليون زائرا سنويا بحلول عام 2020 ورفع نسبة المساهمة سنويا لقطاع السياحة في الاقتصاد المحلي للإمارة بمعدل ثلاثة أضعف ومدير جامعة الشارقة يلتقي رابطة الخريجين حيث أشاد الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التنفيذية لرابطة الخريجين في دورتها الحالية لتطوير العمل في مختلف المجالات وزيادة فعالية الرابطة في التواصل مع الخريجين والخريجات في مختلف الدول والدفعات مما يساهم في تقوية أواصر الصلة بين الجامعة وخريجها وإلى الخبر الذي يلي الحربي والزمن الجميل بمنتدى الأحد الثقافي بالشارقة نظمت إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة منتدى الأحد الثقافي الذي صدف الأستاذ محمد حسن الحربي في لقاء بعنوان الحنين للكتابة في تبم الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الموافق الثاني من يونيو 2013 بمجلس معهد الشارقة للفنون المسرحية في قلب الشارقة وإلى الخبر التالي البيئة والمياه تعقد اللقاء التعريفي الأول لمربي الحيوانات ضمن مبادرة حللونة نظمت وزارة البيئة والمياه اللقاء التعريفي الأول من مبادرة حللونة مع أكثر من 60 من مربي الحيوانات من منطقة الزبير في الشارقة وذلك في إطار البرامج العرشادية الخاصة بالصحة الحيوانية لمبادرة حلالنا التي اطلقتها الوزارة خلال مارس الماضي تحت شعار تحصين علاج إرشاد وترقيم الحيوانات وأخيرا مشاهدنا مع حالة الطقس والأرصاد حيث تتوقع الطقس مغبرا وتتروح درجات الحرارة العظمى بحسب المركز ما بين 33 إلى 39 درجة في المناطق الداخلية ومن 37 إلى 44 درجة عن المناطق الساحلية في حين تسجل مبين 25 إلى 33 درجة في المناطق الجبلية ويكون الطقس غدا مثل الثلاثة بإذن الله تعالى مغبرا أحيانا وغائما جزئيا وتزداد كمية الصحب غالبا شرقا وجنوبا إذن مشاهدنا الكرام نبدأ الآن وحضراتكم وأول تقرير لهذه الحلقة وهي زيارة سيدي صاحب السموه شيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم يحاكم الشارقة حفظه الله ورعاه إلى منطقة المدام وتحديدا أمر سموه بافتتاح مقر المدام الثقافي الرياضي وكما أمر بإعداد الكثير من المرافق الثقافية والرياضية التي من شأنها أن تلهي أهالي وشباب منطقة المدام بما هو في خير لهم بإذن الله نتبع التقرير التقى صاحب السموه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أهالي منطقة المدام وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه للمنطقة لمتابعة أحوال المواطنين والخدمات التي تقدم في المدن والمناطق والضواحي التابعة لإمارة الشارقة ويعكس لقاء صاحب السمو حكم الشارقة أهالي منطقة حيث سموه الدائم على التواصل مع أبناء الشارقة في كافة مدنها ومناطقها واهتمامه بالاستماع إلى أرائهم ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بهم وبالخدمات التي تقدمها لهم كافة أجهزة حكومة الشارقة الأمر الذي يساهم في تطوير مناطقهم والوصول بها إلى أرقى المستويات المعيشية والخدمية وأشار صاحب السمو حكم الشارقة في كلمة للأهالي بهذه المناسبة إلى أهمية نصائح الوالدين وتوجيهاتهم في تربية الأبناء التربية الصالحة وجه سموه بضرورة استفادة أبناء وأهالي المدام من الخدمات الحيوية التي تقدمها مجالس الطفولة والناشئة والشباب المنتشرة لديهم والتي تسهم في تربية الأبناء والترفيه عنهم واكتشاف مواهبهم وتوجيههم الوجه الصحيحة بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والنفع وألقيت عدد من القصائد الشعرية ترحب بسموه وتعبر عن فرحة أهالي المنطقة بقدومه إذن مشاهدين من الندام وهذه الزيارة الكريمة من سيدي صاحب السمو وحاكم الشارقة وطبعا مشكور سيدي عليها وهذا طبعا دأبه وشأنه دائما يكون دائما خير راعا لرعيته نبدأ الآن بأجندة هذا اليوم وبعد ذلك نتواصل إياكم فضلوا أرجو أن تستمتع مشاهدين بكل ما قدمنا لحضراتكم من فعاليات من خلال هذه الأجندة وبعد الأجندة لدينا الموضوع الرئيسي لهذه الليلة تابعونا هاكم الله من جديد مشاهدين الكرام انضم إلينا الآن ضيف كريم إلى السديو وسوف نناقش معه موضوع غاية في الأهمية حقيقة وهو موضوع ترميم المخطوطات والكتب في مؤسسة جمعة الماجد المعروفة طبعا للثقافة والتراث ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث طبعا ترميم الكتب والمخطوطات خاصة في العصور التي يكون فيها نوع من أنواع الإرباك ونوع من الأرواع الحروب قد يكون هذا الأمر ليس بالأمر الهين بالناقش هذه التفاصيل وأكثر ودور المركز مع ضيف الكريم الأستاذ الدكتور بسام داغستاني رئيس أو داغستاني رئيس الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث أهلا وسهلا مرحبا يمكننا البداية هذه البداية لأنه ورد إلى ذهن الحادثة التاريخية المشهورة التطار عندما دخل الغداد وأحرقوا وألقوا بالمخطوطات في نهر دجلة ويقرر أصبح أسودا من الحبر أسودا من الحبر كزيوم بالضبط يعني معظم مخطوطاتنا إذا صحة طبعا هذه الحادثة التاريخية ذهبت في النهر طيب هذه البداية يمكن هي التي تريد أن أنطلق منها هل السبب والهدف الرئيسي لترميم المخطوطات من خلال مركزكم هو حماية المخطوطات القديمة من هكذا نوع من التوترات أم ماذا بالضبط أختي الكريم من المخطوطات أول شيء لازم نعرف نحن شو أهمية المخطوطات المخطوطات هي يعني هلأ في العالم لا يوجد أي مرجع علمي تاريخي لأي علم من العلوم الموجودة حاليا البحثة والإنسانية إلا المخطوطات العربية الإسلامية لا يوجد هذا هو المرجعية لا يوجد أي مرجع علمي تاريخي لأي علم من العلوم الحالية الإنسانية والبحثة إلا المخطوطات العربية الإسلامية هذا أمر لا تستهيني فيه لا يوجد بلد في العالم أي بقعة جغرافية في العالم لا يوجد فيها مخطوط عربي إسلامي لماذا؟ هذا من أهميته تمام؟ لأن الأثر العلمي الوحيد الموجود في العالم حاليا هو المخطوط العربي الإسلامي لذلك تجد هجمات عبر التاريخ على هذه المخطوطات حقد وكره لهذه الأمة التي نشرت العلم والمعرفة بين البشر ونشرت المحبة والسلام الإنسانية صحيح صوروها بالنقيد لذلك في بغداد ألقوا المخطوطات في نهر دجلة في الأندلس أحرقوا آلاف مؤلفة من المخطوطات نعم فبالتالي حقد الدفين ناهيكي باء عن المستشرقين والمستعمرين الجدد وما نهبوا من المخطوطات ووضعوها في مكتباتهم تجد الآن أهم مخطوطات العربية والإسلامية موجودة في مكتبات الغرب أكيد أهم وأمهاتها وأمهات المخطوطات موجودة في مكتبات الغرب طيح فإذا نحن هذا أهميتها فلذلك نحن نحافظ عليها لأنها هي شهاداتنا هل في هذا العصر الآن مخطوطاتنا مهددة الآن؟ في كل عصر مهددة في كل عصر أعطيكي مثال أول ما دخلوا إلى العراق نهبوا المخطوطات الآن في سوريا محاولات حثيثة لنهب المخطوطات لكن الحكومة وعية لذلك قبل بدء الأحداث وأخذت احتياطها بأي منطقة من المناطق المتوترة تجد المخطوطات أول استهداف يكون للمخطوطات عجيب عجيب طيب المركز جمعة الماجد أو جمعة الماجد في حد ذاته يعني أخذ على عاتقه في مسؤولية حفظ البخطوطات في أي مكان في العالم طيب حدثنا عن دور المركز في حفظ البخطوطات وترميمها الآن نحن بدأنا في عملية الترميم من 20 سنة بدأنا في عملية الحفظ والمعالج والترميم من بخطوطات من 20 سنة وبدأنا بمشروع ضخم سيد جمعة الماجد وضع الأسس الخاصة فيه وهو حماية المخطوط الإنساني ليس العربي الإسلامي الإنساني أينما وجد في العالم يعني العربي والإسلامي والمسيحي والهندوكي والعبري كل مخطوط موجود على أي مقعة جغرافية في العالم مقدر يصلى جمعة الماجد هو مسؤول عن حمايته لذلك منذ 15 سنة إلى اليوم أنشأنا 46 مركز ترميم في العالم في العالم في العالم من المحيطات